السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في القناة اليوم بإذن الله فيديو جديد كانت مننا يربي يلقاكم في تمام الصحة والعافية وبأحسن الأحوال علامة يرام كيف العادة واحد الفيديو اللي هو سهل و بسيط و في المتناول وقبل ما نبدأ الفيديو دليوم كانت مننا اللي باقي ما يشترك شاشترك معنا في القناة وفعل جرس باش يوصلوا كل جديد ودبا نبدأ وعلى بركة الله الفيديو دليوم أول حاجة غدي نحتاجوا بالنسبة للفيديو كيك تشوفوا غدي نحتاجوا هاد القريعات هادو دي البلاستيك غدي ناخد واحد السيكين وغدي نحاول أننا نقطع هذيك القطعة اللي كان الفوق بهالطريقة هذي كان ناخد السيكين كان دير واحد توقب من بعد غدي ناخد المقص هو اللي غدي نقطع به باش غاي سهل لي العملية انتما كان بدون نقطعوه يعني ذاك الغيطاء ديال هاد القارورة هذي بهالطريقة صفي من بعد كان ناخدو المقص وكان بقاونا فيني وبيه باش يجيني هكا هاد السطح متساوي مع بعدي ياتو كان قطعوه بهالطريقة يعني الطريقة ره ها سهلة بالنسبة لي انا استعملت هاد العبار هادا انتما بغيتوا تستعملوا واحد يعني بغيتوا تشكلوا ثلاثة هاد الاشكال ممكن تديروا هاد العبار او له هاد القياس هو الكبير ومن بعد تقطعوا واحد العبار شوية صغيرة لي وتقطعوا يعني كيبقى غير القارورة كم قول نقص منها وصافي كيبك تشوفو كناخد المقص وكنحاول اننا نفينيه مزيان هكا باش يجيني هاد السطح هذا مستوي بغيتوا تاخدو المقوات تتخنوها مزيان وتحتو فوق هاد القريعة وتحيدوها باش هكا يجيكم هاد السطح يعني او لجيكم هاد الحواف هاد واجيكم مقدين ومستحن بغيتوا تكتافيوا غير بالمقص وتفينيوهم به هاد طريقة ممكن يعني كيبقى لحساب نتوفروا لحساب الرغبة ديالكم سوف يمهم انا غدي نكمل بنفس الطريقة غدي نحاول انا ننقذ هاد هاد القرعة باش جيني من فوق متساوية مزيان كيكا تشوفو في الصورة ومن بعد نطلقاو باش نكملو بالنسبة لي انا يدر تجوش ديال القرارة انتو ما تديرو يعني الكمية اللي بغيتوا والاحجام اللي بغيتوا مهم انا كنشارك معكم غير الفكرة وهدا ما كان ديب غدي ناخد هاد القريعة هادي غدي ناخد الصبغة ديال بخاخ في اللون الاسود وغدي نصبغها بعد ما صبغتها هنا كيكا تشوفو وخليتها تنشف صبغتها هنا يا بالاسود وخليتها تنشف مزيان بهات الشكل هاد كيكا تشوفو في الصورة هنا غدي نستعمل كحامل خديت هاد اكسسوار ديال ستا ايرا كي تبع عن الدروغري صبغته باللون الدهبي حتى هو بالسبغة ديال بخاخ ممكن تستعملوا السبغة العادية ديال سبعة درهم كيبقى لكم الاختيار سافي هنا كخطوة غدي كخطوة تانية يعني غدي ناخد مصدس شمل اللي كان عاود نأكد ضروري يكون سخون مزيان بغيتوا تستغنعوا عليه ممكن تاخدوا شيكولاتكن كتبت مزيان يعني غاتبشو عند الدروغري وتسولوا على شيكولاتكن الجودة ديالها مزيانة غدي يعطيها لكم ممكن تديروها كبديل سافي كان ناخد هاد اكسسوار ستا ايرا وكان حاول انني لسقه في الواسط وكان ضغط مزيان باش هكا كي تبت على هاد القارورة هادي بهات الشكل كيكا تشوفو سافي من بعد دبقا غدي ندوز للمرحلة ديال الدين غدي ناخد هاد الشارط هاد ديال الدونتيل غدي نديرلو الكولات الخاشب او للغيراء الخاشب يعني باش يولي قاسح نخلي حتين نشف مزيان ومن بعد كان ناخد الصباغة بلون الدهابي وكان صبغون متوما كنتو غديرو هاد العامل هاد بلون فضي يعني كيبقى لكم لاختيار بالنسبة للالوان كتبقى لحساب الرغبة ديال كل واحد والحساب التوق يعني لاد وقراها كتختلف سافي غدي ناخد هاد الشارط ديال الدونتيل كان عاود ناكد اللي خديت الكولة للبيضة او للكولة الخاشب او للغيراء الابيض كان دوز اليها مزيان وكان خليها حتا كتنشف باش كتقصح هكا هاد باش كيقصح معانا هاد دونتيل وكيولي الشكل ديالو زوين من بعد فاش كينشف كنصبغو باللون فضي اولا باللون الدهابي على حساب الدكور اللي غدي تستعملون تومك كيبقى لكم الختيار وصفي كمقلفو هنا يا من الاسفل بهاد طريقة غدي نضغروا على هاد القارورة البلاستيك اللي عندي كاملة بهاد الشكل كيكتشوفوه انا غدي ندير هنا يا المسدس شمع كنا عاود ناكد دارو ريخ يعني تخليو انهو يسخون مزيان باش هكدمنو انهو من بعد ما يزوش نهائيا وردو البال مع المسدس شمع لانهو كيكون سخون راه يلمشى حتى حرقكم كاريتا وصافي سوفي البالوني ناشي زوائد كنحيدهم قبل ما ينشفوه وكنكملو بنفس الطريقة كنديرو واحد الكيمياد مستس شمع وكنبقى وندورو هاد دونتيل بهاد الشكل هادا هانتو ما يعني ركي يعطي واحد المناهدر زوين بغيتو تستغنعو عليه وتستعملو اللي ستراس ممكن يعني كتبقى كيف كان قول ديما مسألة اضواق سوفي كنكملو بنفس الطريقة كنديرو مستس شمع وكلفو هاد دونتيل بطبعة الحالي البالولي ناشي زوائد ركي نحيدوهم باش كالجينا الخدمان فينيا غادي نقطح هاد الفائد هادا اللي بقى ونتبت الحاشية ديالو بمستس شمع طبعا من بعد غادي ندوز الاعلى حتى هو بنفس الطريقة غادي ناخد دونتيل وهنا عندي المستس شمع انها غير تحسو المستس شمع انه سخنط فيوه باش هكا ما تدو لكمش هاد القريعة او القارورة لانها غير بلاستيك بغيتوا تطبقوا هاد الفكرة اللي كان عندكم شي فاز ديال الزجاج بهات الشكل هادا بغيتوا تطبقوا عليه نفس الفكرة غادي يكون احسن واجمل لان الزجج يكون تقيل يعني غادي يجي حسن بالنسبة لي ما كانت وغفرش على شي فاز او لشي كاس بهات الشكل هادا فاختاريت الاسهل باش هكا كون شي قد يطبق الفكرة كيف قلت لكم انتو ميلا كان عندكم الزجاج غادي يكون احسن وافضل بطبيعة الحال صافي هنا بنفس الطريقة كان دوزو كان تبتو هاد دونتيل هادا من الاعلى انا هنا بما انه مستس شمع جاني سخون بزا فخفت القريعة الدوب غادي نديرو مباشرة فوق الدونتيل يعني ما غاديش نديرو فوق ديك القريعة بش ما تدوبش وغادي الفو بهالطريقة هانتو مرة كي اعطي واحد المنادير اكتر من رائع يعني اشياء بسيطة واحد العامة اللي ما غاديش يتقام لكم غالي نهائيا لقريعات راهم ديال بلاستيك موجودين غير هما هاد دونتيل هادا كيدير 3 درهم للماتر يعني غير ماتر يخدم لكم ويشيت وهاد اكسيس وارساتا اير كان على حساب المتوفر عندكم كانت 5 درهم كانت 10 درهم يعني على حساب الرغبة ديال كل واحد وحساب الامكانيات ديالكم سوف يهنا فاش كان وصلوا لهاد الحاشية هدي كان قطعوها وكان تبتوها حتى هي بمسدس جمع وراء الخدمة ديال هكا جين فيني يعني ما كيبنش الفرق نهائيا بهاد الشكل هادا سوف يدبها بالنسبة لغيطاء كفكرة غادي نشاركها معاكم انا كان عندي هاد الغيطاء هاد او هاد هاد الغيطاء هاد يعني ديال بلاستيك كنت خضيت واحد طويصه صغيره ب3 درهم ودت لها هكا إعادة تدور يعني غتشوفوا غير الأشياء اللي عندكم في المنزل وهذا حتى هو أكسس ورصة إيرف الأول هو اللي كنت غادي ندير مهم شاركتوا معكم بغتوا تستعملوا بهذا الطريقة هدا كغيطاء ممكن بالنسبة لي حتى الآخر لحظة ورجعت تراجعت خذت غير الغيطاء ديال هاد القطعة بلاستيك والصقص فيه لقابد ديال بلاكارت هي اللي استعملت كغيطاء من الآلة انتما مهم غادي تشوفوا أي حاجة متوفرة عندكم في المنزل ممكن تستعملوها سفي حتى الدكور بهات الشكل هدا كيجي يزويون مهم كيبقى لكم الاختيار ودابة غادي نطلقاوا باش نشوفوا الشكل النهائي للفيديو اللي شاركت معكم هدا هو الشكل ديال هوم كيجي أكتر من رائع وكيجي واحد الدكور اللي هو راقي وزويون بزاف أنا صيبت معكم جوج الأشكال وحد الشكل اللي درت له الحامل ديالستائر بهات الشكل هدا والشكل الثاني درت له غير هادوك الرجلات اللي ولو غنيين عن التاريب وشاركتهم معكم فيديوية كتيرة يعني على القناة هنتم كيكتشوفوا قطعتهم بهات طريقة وصبقتهم باللون الذهبي ولسقتهم يعني كيبقى لكم الاختيار ممكن تديروا هاد الفكرة كما انكم ممكن تديروهم بجوج وتحطهم في هات الصينية اللي بطبعة الحال حتى هي شاركتها معكم في القناة كيجي المليدر ديالهم اكتر من رائع ممكن تديرو بهم الصالونات كيجيوا راقين وحتى هما بطبيعة الحال من بين ديكورات اللي دار جدب على الموضة وحنا ها كان صايبوهم في المنزل بأشياء بسيطة كيف قلت لكم رماد العامل هادا ما غديش يتعدى لكم 11 دراهم وهذا هو الفيديو دياليوم بلا ما نزيد نتطول عليكم كتر وكيف كان نقول ديما كانت مننا يا ربي نكون خفيفة رفع لقلبكم ونكون نفتكم ولو بالقليل ولأول مرة كيشوف القناة مرحبا بيه معنا في القناة والشرف لنا انه انضم لنا وهكا العائلة ديانك تزيد تكبر كيف كان نقول ديما بالمحبة ديالكم وبالتفاعل ديالكم واللي عنده شي سؤال او لا شي استفسار واللي بغيت وصل معايا في الخاص غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي مكتوب هنايا الفوق وشكرا الى فيديو مقبل ان شاء الله